اهلا بكم اعزائي طلبة وطلبات التعليم الصناعي قسم الزخرافة والاعلان الصف الاول برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة في مادة المعدات الحلقة دي بنستكمل فيها الجزء اللي بدأناه في الحلقة اللي فاتت عن التعريف العام بالمنهج بتاعنا في الترم التاني طبعا احنا في مادة المعدات تكلمنا في الترم الاول على بعض المعدات اللي بنستخدمها في التحضير او التجهيز للدهانات او حفظ الملونات في الفصل الدراسي التاني احنا عندنا جزء كبير من المعدات الزخرفية اللي انا بستخدمها في تنفيذ عمليات الدهان والزخرافة واجراء خطوات الدهانات المختلفة في الحلقة السابقة اتكلمنا عن تعريف بالجزء الاول من منهج الترم التاني هنستكمل النهاردة تعريف بعض الاجزاء هنعمل مراجعة سريعة كده على الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه ده مجرد تقديم او تعريف بالمنهج ككل قلنا ان انا قبل ما ابتدي اتكلم بالتفصيل عن جزئات او الاجزاء الموجودة والمعدات الموجودة عندي في الترم التاني حابة اعرفكم بشكل عام بمحتويات الترم التاني بشكل كامل النهاردة هنستكمل التعريف بمحتوى الترم التاني وبعد كده هناخد جزء من الدروس هنبتدي نشرح السكاكين واذا اتسع لنا الوقت هنشرح كمان المرقيش او الفرش المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجزء الاول وقلنا بعض المعدات اللي احنا برضو النهاردة هنتكلم عنها تاني وهنرجعها في مراجعة سريعة واحنا بنتكلم في مادة المعدات مادة المعدات في الترم ده كمان اضيف لها جزء مهم جدا من الدهنات او المعدات الحديثة اللي بتستخدم في الطباعة على المواد المختلفة زي الاجهزة اللي بتستخدم في الطباعة على التشيرتات والمجات والاطباق وطبعا ده دلوقتي بقى فن موجود وبنستخدمه وبنقدر نتعامل معاه لأنه بيعتمد بشكل أساسي على التصوير الديجيتال وعلى الأجهزة الحديثة اللي بتعتمد على تحميل المواد الفنية بالأجهزة الحديثة المتقدمة وطباعتها على الأسطح المختلفة بنفس التقنية وبشكل مختلف وبأحبار سبتة وده طبعا موجود أنت دلوقتي تقدر تعمل أي تصميم من أفكارك ومن تصميمك وبمنتهى السهولة تقدر تنقله وتصوره بالكاميرا العادية بتاعتك بتليفونك تنقله بعد كده على أي جهاز وتقدر تطبعه على أي سطح أنت عايز تطبعه وده طبعا بيدي شكل خصوصية وشكل جمالي للمنتجات اللي أنا بشتريها لأنه بيبع عليها تصميمات أنا اللي مختارها أو أنا اللي مشارك في إبداعها وده طبعا هندرسه بالتفصيل في الترم التاني نبتدي مع بعض كده نسترجع بعض الحاجات اللي احنا خدناها لما تكلمنا على محتويات الفصل الدراسي التاني أول حاجة تكلمنا عنها تكلمنا عن المعدات المستخدمة في الإعداد أو في اطلاق والزخرفة أول حاجة تكلمنا فيها السكاكين فاكرين طبعا احنا قلنا أن أنا عندي أنواع ومقاسات مختلفة من السكاكين وده الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه شوية بتفصيل المرة اللي فاتت تكلمنا عن أنواعها المختلفة سكاكين المعجون تكلمنا كمان عن سكاكين البلتة وسكاكين الرخامة السكاكين المستخدمة بشكل عام في العمليات الزخرفية سكين البلتة سكين الرخامة طبعا كل ده هناخده بعد كده بالتفاصيل وبالرسم كل حاجة سكين الإزالة المستخدم في إزالة الدهنات القديمة المراقيش أو الفرش وقلنا أن هي في فرش في أقلام في أمشاط في مدقات وطبعا هنعرف بالتفصيل أثناء الشرح الفرق بين كل مسمى من دول في الشكل وفي الاستخدام إحنا بس بنعرف بشكل عام أن الأقلام بدي بقى حجمها أقل من الفرش وقل المشت مختلف عن الفرشة إن جلبتهم بططة لكن هنتكلم بالتفاصيل المدقات بتبقى أشعرها خشنة إلى حد ما لإني بطبع بيها بطريقة الضق خدنا كمان استوانات توزيع الدهان وقلنا الرولة أو الاستوانات اللي بتبقى مغطاة بمادة ممكن من السيليكون أو من الوبر اللباد وبعد كده بستخدمها طبعا دي الرولة التقليدية دلوقتي فيه رولات حديثة فيه رولات مزخرفة زي ما احنا عارفين طبعا الرولة العادية بتدهن بتديني سطحة مستوي بتديني دهان فيه رولة عادية للدهانات المائية وفيه رولة للدهانات اللاكية والدهانات الزيتية الرولات المزخرفة طبعا لا حصر لها لأنها مطروكة لإبداع الشركات كل شركة عملت تصميمات عملت أشكال عملت طرق في التنفيذ فيه رولات خاصة زي رولات تثبيت وراء الجدران فيه رولات مزودة بخزان بدل ما أنا كل شوية أبتدي أزود الرولة باللون الرولة بتبقى مزودة داخليا بمنظم بيقوم بتغذية الرولة باللون أول بأول من غير ما أنا أحتاج أحط لها لون فيه كمان رولات مزخرفة زي ما احنا شايفين أشكال متعددة ولا حصرة لها طبعا كمان أنت بنفسك تقدر تبدع شكل رولة مزخرفة فيه مرشة الدهانات المائية ده جهاز هناخده بالتفصيل بيعتمد على ضغط الهواء للدهان بعد كده الدهان بيندفع على شكل الرزاز باتجاه السطح وده فكرة مبسطة من مسدس الرش ولكن هي بضغط أقل فيه رشاشات أو بخاخات يدوية بتعتمد على النفخ بالهواء وده بتبقى بسيطة فيه تركبها فيه بعد كده عندي في تكملة المنهج المعدات الخاصة منها المعدات المستخدمة في الزخرفة على الأقمشة زي ايه؟ أدوات قطع وتفريغ الاستنسل والاستنسل اللي هو الاستنبا أو الزخرفة المعتمدة على التفريغ باستخدم من ضدة العمل ترابيزة بتبقى مجهزة بشكل خاص بحيث أن السطح بتاعها لا يتأثر بعملية التقطيع ويكون مستوي عشان الزخارف تطلع شكلها جميل ومستوي ده ببيس الرسم اللي بتثبت القمش بتاعي أثناء عملية التلوين أقلام الرصاص طبعا معروفة دي بستخدمها في تجهيز التصميم أو في الرسم أحيانا على الأقمشة فيه طبعا أنواع مختلفة من التبشير مستخدمة للرسم على الأقمشة بحيث أنها يمكن غسلها وتنظفها بسهولة بعد الانتهاء من رسم التصميم على الأقمشة فيه القاطع أو القطر ده طبعا كلكم عارفينه وبتستخدموه بنستخدمه في تفريغ الاستنبا وتقطيعها وطبعا يفضل أن يكون السلاح بتاعه حاد لأن كل ما يكون حاد بيديني نتيجة أفضل وأنضف فيه التقطيع والحواف وطبعا باستخدمه بدقة لأن لو ما استخدمتوش بدقة وقطعت الروابط بتاعتي بتاعت الرسمة هتفسد معايا لأن بتعتمد رسمة الاستنبا على التقطيع الدقيق فيه عندي أقمع بلاستيكية دي باستخدمها ممكن في التلوين وممكن استخدمها في التنظيف فيه عندي أحواض الصباغة اللي بعمل المية فيها بالغمر أو اللي بحط فيها الملونات وبعمل صباغة بالغمر فيه أحواض الماء المغلي ودي هنتكلم عنها لما بنستخدم الشمع في التلوين فيه المكوى الكهربية طبعا معروفة لأن أنا عندي بعض أنواع الزخارف اسمها زخارف الدكال مثلا دي بتستخدم أو بتسبت على الأقمشة بوسطة الحرارة يبقى أنا بستخدم المكوى هنا عشان بتعملي فصل للمادة اللاصقة فيه عندي طبعا هناخدها بالتفصيلة عبارة عن طبقات آخر طبقة منهم مادة لاصقة بتنصاهر بالحرارة لما المكوى بتاعتي الدكال دوت طبعا إحنا فاكرين كنا فيه فترة كده من الفترات انتشرت جدا البجات بتاعة الأقمشة وكانت مشهورة قوي وخصوصا للجيل بتاعنا احنا أكتر منكم ومنتوا شوية كانت البجات بتتبع بأي شكل انت عايزه وانت بتاخد البج ده تتبعه في البيت مجرد بتحط عليه هو على السطح بتاعه فيه ورقة بتضغط عليها بالمكوى بتبتدي تلزق ايه فكرتها؟ فكرتها بمنتهى البساطة أن أنا عندي تلت طبقات طبقة عبارة عن شفاف بسيط بيبقى متماسك بطبقة شمعية بسيطة مع الرسمة وطبقة الرسم أو المادة اللي هي عليها التلوين أو التصميم وبعد كده طبقة مادة لاصقة تلين بالحرارة مادة لاصقة تلين بالحرارة انت قدامك التصميم متغطي بالورقة الشفافة وفيه من الظهر المادة اللاصقة التي تلين بالحرارة بتضع التصميم على سطح الأقمشة وتبتدي تضغط بالحرارة تبتدي الورقة الغطة تنفصل والمادة اللاصقة تسيل فيبتدي الشكل بتاعي يلزق على السطح فيديني رسمة مطبوعة على السطح الأقمشة ودي كانت انتشرة وموجودة كتير جدا ومازالت موجودة دلوقتي ولكن بتبقى سليب التطبيق بتاعتها بتتم بماكينات الماكينات دي بتعمل التأثير الحراري ده أو ممكن برضو في بعض الأنواع مازالت موجودة بيتم تثبتها أو لسقها بواسطة المكوة يبقى بعد المكوة عندي بخاخة الألوان الأمشاط خدناها قبل كده وهناخدها كمان بالتفصيل البلتة خدناها فين؟ عشر طرين بيقولولي خدناها في الفصل الدراسي الأول سكين البلتة خدناها قبل كده أقلام الملو كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل مسدس اللسق أو مسدس الشمع ده معروف طبعا وكلنا شفناه قبل كده طبعا المنتشر منه أكتر لون الأسود لكن هو موجود منه أكتر من شكل وأكتر من شركة وأحجاب مختلفة من الشموع فيه شمع رفايع وفيه شمع تخين وده طبعا بيستخدم في اللسق بوسطة المادة الشمعية اللي بتالين بالحرارة فيه المكبس الحراري للمسطحات ده زي ما احنا شايفين ده عبارة عن جهاز هناخده بالتفصيل بعد كده في الفصل الدراسي الثاني الجهاز ده بيبقى فيه جهاز لتنظيم الحرارة ده اللي أنا أقولت لكم أنه هو بديل للمكوى على المسطحات أنا باختصار بحط التشيرت بفرده كويس جدا أو سطح القماش أي أن كان وبيبقى عندي الدزاين أو التصميم وببتدي بالضغط عليه مع الحرارة يبتدي بعد كده يلتصق على السطح وده طبعا مناسب جدا للإنتاج الكمي لأن أنا بشيل التشيرت وحط واحد تاني وهكذا طبعا فيه لطباعة التشيرتات بيبقى فيه زي تلبيس أو وضع للتشيرت بشكل مجدود عشان يديني الرسمة بشكل مصبوط فيه المكبس الحراري لطباعة الأكواب طبعا ده لازم بيبقى معمول بشكل معين عشان يناسب الاستدارة بتاعة الأكواب ده بيتغير على حسب شكل الكوب مكونات المكبس الحراري لطباعة الأكواب زي ما احنا شايفين كده فيه أجزاء صغيرة متعددة الأجزاء دي بتتغير على حسب شكل وحجم الكوب اللي أنا عايز أستخدمه طبعا هناخد الجهاز بالتفصيل لما نيجي ندرسه إن شاء الله احنا هنا بس بنعرف مبدئيا محتويات المنهج بتاعنا في الفصل الدراسي التاني المكبس الحراري متعدد الاستخدامات هو عمل ايه بدل ما يبع عندي جهاز للمسطحات وجهاز للأكواب وجهاز للأطباق عمل لي جهاز واحد ليه قطع غيار زي ما احنا شايفين كده بقدر أغير القطع المناسبة ليه فجهاز واحد يصلح للتطبيق على الأسطح المختلفة عشان كده بيسموه متعدد الاستخدامات ده ممكن يستخدم في طباعة المسطحات في جزئية خاصة بالمسطحات مسطح يعني ايه بطبع على لوحة خشب على سطح زجاجي على سطح ورقي أي حاجة مسطحة بطبعها من جهة واحدة سطحها مستوي في طباعة الأكواب طبعا دي لها جزئية زي ما احنا شايفين بتكون دائرية وبرضو زي ما انتو شايفين هي مش قطع واحدة هي اكتر من قطع عشان تديني الشكل اللي انا عايزه مناسب لنوع المج او الكوب بتاعي في طباعة الأطباق برضو لها جزء مخصوص الجزء ده بيتناسب مع طبيعة شكل الطبع عشان يديني الطبع اللي انتو شايفينها على الأطباق في طباعة القبعات او الكبات في جزئية خاصة بيثبت فيها الكاب بشكل معين عشان اطبع عليه بشكل كويس ايه منظومة العمل للمجبس الحراري متعدد الاستخدامات طبعا هناخدها بالتفصيل تماما لما نجي نشرحها لكن عشان تتخيل معايا كده هي بتبتدي بان انا باخد لقطة او صورة بالكاميرا الصورة دي تتحول بعد كده بنقلها بمنطقة البسطة طبعا دلوقتي بقت النقل بيتم ممكن بشكل لاسلكي عن طريق ان انا ببعت على البلوتوس او على الواتس او عن طريق ان انا بوصل الجهاز بالسلك وببتدي ابعت الرسمة بتاعتي بعد كده بتدخل على جهاز الكمبيوتر بعد كده بدخلها لطبعة معينة الطبعة دي بتطلع لي الورق الحراري اللي هو بيديني المادة اللي بقدر اطبعها على السطح بعد كده بقى ببتدي اشوف طبيعة القطعة اللي انا هطبعها اذا كانت اطباق اذا كانت كوفر موبايل اذا كانت كوبايات اذا كانت مخدات او وسائد اذا كانت اجندات اذا كانت تيشيرتات ايا كان ببتدي اختار الجزء او القطعة المناسبة لطباعة هذا الشكل وبعدين ببتدي اختارها وركبها في الجهاز طبعا هناخد المنظومة دي كلها بالتفصيل لما نبتدي نشرحها في الفصل الدراسي التاني وده اخر درس ان شاء الله في الترم التاني عايزين بقى نبتدي مع بعض النهاردة درسنا الاول في الفصل الدراسي التاني وهو بيتكلم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن معدات تطبيق الطلاق والزخرفة اول حاجة من معدات تطبيق الطلاق والزخرفة هي السكاكين طبعا مفهومنا عن السكاكين اللي هي السكاكين العادية لكن انا عندي هنا بتكلم عن سكاكين بستخدمها في التلوين سكاكين متعددة الاحجام متعددة الاستخدامات لكنها الى حد ما متشابهة في تركيبها الاساسي تركيب الاساسي متشابه ولكن الاستخدامات والاحجام والاحجام مختلفة طبقا لنوع الحاجة اللي انا هستخدمها زي ما الشكل الاولاني ده شكل للسكاكين ده شكل تاني للسكاكين بيسموه سكين الكف يبقى اول حاجة من المعدات اللي بشرحها في الطلاق والزخرفة هي السكاكين بيقول لي السككين بتستخدم لأغراض كثيرة في أعمال الزخرفة والديانات أول وأهم حاجة طبعا وأشهر حاجة في تطبيق المعجون بتتكون السككين بشكل أساسي من نصل أو السلاح يد وجلبة الجلبة هي الجزء المعدني اللي بيجمع اليد مع السلاح ويختلف نوعها حسب استخدامها أنواع السككين أول نوع عندي سككين المعجون وده الأكثر شهرة وطبعا كلنا عارفينه وعارفين استخدامه زي ما احنا شايفين دي سكينة المعجون اللي بيتم تطبيق المعجون بها على السطح طيب قبل ما نتكلم عن استخدامات السككين المعجون المختلفة أنا عايزة أعرف هو أصلا إيه الهدف من وجود السككين سواء سكين المعجون أو سكينة البلدة أو أيا كان السككين سطحها مستوي وزي ما هنشوف فيه سككين خاصة معمولة بأسطح منحنية أو دائرية لمعجنة الأسطح الدائرية أو المنحنية السككين هدفها تعطي سطح مستوي هدفها أنها تقوم بتسوية المعجون على السطح لسد أي عيوب موجودة على السطح طب ده بالنسبة لسككين المعجون يبقى السككين الهدف الأساسي منها أنها بتقوم بعملية التسوية لأن سطحها مستوي فهي بتقوم بعملية ضبط السطح بالمعجون وتزيل أي زيادات وتديني سطحها مستوي تماما عشان كده لازم النصل بتاعها يكون مرن يكون قوي يكون متساوي ما يكونش مسنن لأن سكينة المعجون لو تشرشرت أو تجرحت مني مش هتقدي وظيفتها هي لازم يكون سطحها أو الحفة بتاعتها حد ومنضبطة تماما ومستوية تماما بالنسبة لسككين البلدة أو سكينة الرخامة بيتوفر فيها أن سطحها برضو بيكون مستوي أنا هنا مش باستخدم الحرف لأ أنا هنا باستخدم جسم السكينة نفسه الاستواء بتاع جسم السكينة ده بيعمل لي صحق للملونات بيعمل لي مسجل للملونات في حاجة كمان أضيفة جديدة دلوقتي في فن للتلوين أو تطبيق اللوحات الزخرفية بوسطة سكين المعجون ولو دخلتوا على الإنترنت ودورتوا على لوحات مرسومة بطريقة الرسمة بسكين البلدة أو بسكين الرخامة هتلاقوا فيه عندنا مجموعة من اللوحات الرائعة اللي نفذت بوسطة السككين يعني بيتم تطبيق التلوين في اللوحة وده أسلوب من أسليب التلوين وبيدي نتائج جميلة لكن طبعا بيدي طابع مختلف في التلوين مختلف تماما عن التلوين بالفرشاء يبقى الهدف من السككين إنها تدي سطحة مستوي سواء كنت باستخدمها في عملية التسوية بالمعجون أو باستخدمها في صحق وعجن الملونات بشكل سليم أو إذا كانت السككين بتستخدم في إزالة الدهنات برضو هي نصل ويد وجلبة الجلبة اللي بتجمع اليد مع النصل أو السلاح برضو ده الأساسي في التكوين ولكن إن السككين الإزالة بتكون حدة بتكون لها أشكال مختلفة بتستخدم في إزالة الدهنات بعد ما بلينها نبتدي بقى نتكلم عن أنواع السككين بالتفصيل قلنا أول حاجة سكينة المعجون اللي بتستخدم في تسوية السطح بتركب من إيه؟ لما يجي في أي سكينة يقول لي بتتركب من إيه؟ هقول له النصل أو السلاح وده من الصلب المرن الغير قابل للصدق لأن طبعا هي لو كانت بتصدق أو فيها أسر صدق هتتلف الدهان بتاعي وهتبوز المظهر بتاعه النصاب أو اليد من خشب جيد زي خشب الزين أو الساج الهندي يبقى النصل أو السلاح من الصلب المرن الغير قابل للصدق النصاب أو اليد من خشب جيد زي خشب الزين أو خشب الساج الهندي الجلبة معدنية من برشام لتثبيت السلاح باليد معنى متبرشمة يعني مقفولة من جميع الجهات مضغوطة بشكل معين لا يمكن فكها يعني مش معمولة ألووز أو معمولة بمسامير أقدر أنا أفكها بسهولة الجلبة متبرشمة يعني معمولة بشكل متقفل آلي التقفلي الآلي ده بيمنع أنها تتفك معايا مع الاستخدام يعني في بعض المفكات أو الأدوات كانت زيما أنت بص تلاقي السلاح بتاعي انفصل عن اليد دلوقتي هو عشان يتجنب الموضوع ده بيجمع السلاح مع اليد وبيعمل عملية الجلبة أو تثبيت الجلبة بالبرشام البرشام ده عبارة عن أجهزة بتقوم بضغط الجلبة بشكل موحد من جميع الجهات فبتعمل عملية قفل غير قابلة للفك زيما أنت أحيانا بتيجي شبابيك في البيت أو بعض الأجهزة بالألوميتال بتيجي تدور على رأس للمصمار عشان تفك المصمار تلاقي المصمار ما فيهوش رأس عشان يتفك منها ده يقولك ده معمول متبرشم متبرشم يعني ايه؟ يعني بتعمل بطريقة معينة تخليه غير قابل للفك بسهولة وده طبعا بيديني تثبيت أقوى في عملية تثبيت اليد أو تثبيت الجلبة يبقى قولنا السلاح أو اليد والإيه؟ السلاح واليد والجلبة اللي بتجمعها طبعا زي ما احنا شايفين كده فيه سكاكين حديثة اليد بتاعتها من السيليكون عشان أقدر أمسكها بشكل أريح في اللي راحت اليد عن الخشب أو ممكن تكون من المعدن ومغطاب السيليكون ده بيديني راحة أكتر فيه الاستخدام وطبعا جزء التثبيت بيبقى غير ظاهر بالنسبة لي زي ما احنا شايفين دي الرسمة بتاعت السكينة السلاح من المعدن الجلبة من المعدن واليد من الخشب أو من البلاستيك وممكن تكون اليد من المعدن مكسية بالبلاستيك زي مثلا الزراضية لما بتبع اليد بتاعتها عليها الكويتش أو السيليكون اللي بيخلي اليد تقدر تمسكها بارتياح طيب هل مطلوب مني ان انا ارسم السكينة؟ طبعا مطلوب مني ان انا ممكن ايجي في الامتحان يقول لي ارسم سكينة المعجون هرسمها ازاي؟ اول حاجة هرسم شكل شبه منحرف بسيط جدا هو ما فيوش اي حاجة بعد كده هرسم مستطيل صغير اللي هو بيعبر عن ايه؟ الجلبة بتاعتي بعد كده هرسم شكل اليد اللي هو عامل زي شكل مستطيل ولكن منتهي بجزء دائري او بيضاوي او بيجبه قطرة المية كده ده شكل ايه؟ اليد يبقى تاني ازاي برسم سكينة المعجون بتاعتي؟ برسم شبه منحرف صغير بعد كده برسم الجلبة مستطيل صغير بعد كده برسم اليد بتاعة السكينة طبعا رسمة سهلة وبسيطة وطبعا الرسم عليه درجات في امتحان المعدات وده شيء مهم ان احنا نبقى عارفينه طبعا انت في الترمي الاولاني جربت وشفت امتحان المعدات عامل ازاي؟ امتحان المعدات بيقول لك اشرح مع الرسم ارسم كذا الرسمة اللي قدامك دي بتعبر عن ايه؟ يبقى انا النهاردة الحاجة اللي انا بشرحها لك دي انا بعملها لك عشان انت لما تيجي ببساطة تبص المعدة حتى المعدات اللي اجزائها فيها صعوبة شوية برضو هنبسطها وهنرسمها واحدة واحدة وخليك تقدر ترسمها من الالف الى الياء بدون اي مجهود لانها في الاخر كل رسوماتنا السنة دي بسيطة وان شاء الله السنة جايه هيبقى فيه رسومات بقى ايه؟ حاجات فيها اجزاء اكتر شوية من السنة دي مقسات سكاكين المعجون عندي بتبتدي من واحد الى ستة بوصة البوصة طبعا احنا عارفين ما يعادل حوالي اتنين سنتي بيبقى او اتنين وكسر يعني من واحد الى ستة بوصة والكف ممكن توصل لتمانية بوصة طيب ايه الفرق بين سكينة المعجون وسكينة الكف؟ دايما انتو بتشوفوا الصناية لما بيجي يمسك السكاكين بيقلب المعجون من هنا ل هنا عشان يزبط المعجون على سطح السكينة السكينة اللي بتسند على اليد اسمها سكينة كف بتستخدم في ايه السكاكين المعجون؟ احنا قولنا تاني مقساتها من واحد الى ستة بوصة الكف بتكون اكبر شوية دي اللي بتبقى مسنودة على يد العامل بتستخدم فيه تسوية الاسطح بالمعجون لانها تديني سطح مستوي تخفي عيوب السطح تسد لو فيه اي حفر او خدوش في السطح وتدي سطح مستوي ونعم اشكالها فيه مستقيمة فيه مائلة فيه مشتوفة فيه مقوسة طب ليه فيه منها اشكال مختلفة علشان طبيعة السطح بتاعي طبعا لما بنيجي مثلا نروح المسجد بنلاقي مكان القبلة مكان دائري حيطة دائرية يبقى انا هنا محتاج سكينة مقوسة فيه اماكن مائلة محتاجة سكينة مائلة فيه اماكن بتبقى الحفر او الجزء بتاعها دي محتاجة سكينة مشطوفة دي اشكال مختلفة من السككين يعني باختصار الرسمة اللي احنا رسمناها دي مجرد نموذج من السككين انا اقدر ارسم اي شكل تاني طيب السكينة دي مش فيها جلبة وارد ان ما يكونش فيه جلبة وارد ان يكون فيه جلبة وارد زي ما احنا شايفين في سكينة الكف ما يكونش لها يد طويلة سكينة الكف بتتسند على اليد والسكينة التانية بتتمسك في الايد فوارد انها ما يكونش لها اليد الخشبية الطويلة كل دي اشكال من السككين حديثا دلوقتي بيعملوا سككين جديدة بتبقى سهلة خالص حتى كمان فيه سككين باغ دلوقتي سهلة الحاملة بتصنع من قطع مربع من الصلب المرن ولها يد من البلاستيك طبعا بيتم تثبتها بشكل بسيط ممكن ما يكونش لها جلبة دي السككين الحديثة بتبقى مرنة حجمها مختلفة مقساتها مختلفة زي ما انتو شايفين كده هي عبارة عن قطعة مسبتة باليد مباشرة اليد بتاعتها سهلة انها دي بلاستيكية وسهلة التثبيت تتثبت بالمسامير او بالصب وهي سخنة بتتعمل فيها تثبيت من الاجزئين مع بعض مع البرشمة او المسامير وبتبقى دي بسيطة خالص وسهلة وبتتمسك في اليد وبرضه بتستخدم فيه معجنة الاسطح ده الشكل الجديد بتاع السككين النوع التاني من السككين بعد السككين المعجون سكين البلدة من اسمها كده يبقى هي بتستخدم على البلدة سكين البلدة بتستخدم في عجن الألوان ومسج الألوان على البلدة خدنا الترتيب او تركيب البلدات في الترم الاول كانت عبارة عن في البلدة العادية بتاعتي اللي باشتغل بالفرشة اللي هي بلون بيها في السكتش بتاعي وفيه عندي البلتة اللي بيستخدموها الفنانين اللي هي عبارة عن بلتة خشبية لو تفتكروا أنا قلت لكم إيه أهمية البلتة؟ إيه وظيفتها؟ قال فاكرين معايا مترم الأولاني بيقولولي إن البلتة الخشبية بتختلف عن البلتة بتاعتنا احنا كطلبة صغيرين في إنها بلتة مفتوحة مفتوحة يعني إيه؟ أنا بحط جزء من اللون ده واللون ده واللون ده واللون ده وبعد كده بقوم بخلطهم مع بعض هو ده الدور بتاع سكينة البلتة يبقى سكينة البلتة بشيل من اللون ده بعجن اللون ده زي ما أنت كده لما بتجيب علبة الأولون بتاعتك بيبقى فيها ملعقة بلاستيكية صغيرة كده دي بديل لسكينة البلتة على البلتة الخشبية سكينة البلتة بتقوم بعجن الألوان بمسج الألوان بخلطهم وأقدر بعد كده أقوم بتطبيقهم أو بتلوينهم على اللوحة بتاعتي بوسطة الفرشاة لكن هي بتقوم بعجن الألوان بمسجها بخلطها مع بعض بصحقها لو فيها كتل أو حاجة بتقوم بتفتتها وبعد كده بقوم بعملية التلوين بشكل جيد ده أشكال مختلفة من سكينة البلتة زي ما احنا شايفين مقاسات مختلفة أشكال مختلفة أقدر أمزج بيها الألوان بسهولة وبرضه زي ما قلت لكم فيه لوحات حديثة بتطبق بالسككين السكين البلتة بتتكون من إيه؟ نصل من الصلب المرن نصاب من الخشب وجلبة من النحاس يبقى تاني بيتقرر عندي التكوين الأساسي للسككين النصل والنصاب والجلبة يبقى أنا لو قلت تكوين أي سكينة نصل ونصاب وجلبة أنا كده بقول إجابة صحيحة وهيخد عليها الدرجة بتاعتي هنا النصل من الصلب المرن النصاب من الخشب الجلبة من النحاس بتستخدم في إيه؟ بتستخدم في مسج الملونات على البلتة وإزالة الألوان من اللوحة لو فيه ألوان زيادة أقدر أزلها بيها من على السطح البلتة ده شكل سكين البلتة طبعا أنا برسم أبسط شكل عندي علشان أنت لو اتطلب منك رسمة مش بيتحدد لك رسمة محددة لكن أنت بيقولك ارسم سكين البلتة فأنت بتختار أبسط شكل للسكينة وده اللي أنا بدربكم عليه زي لما أخدنا سكين المعجون بناخد برضو أبسط شكل من سكين المعجون رسم سكينة البلتة بمنطقة البساطة حده هيقول لي إيه؟ دي شكل اليد برافو عليكم ده بيشبه شكل اليد ولكن هعملها فيها مسلس من الآخر يبقى أنا عندي شكل بيضاوي مستطيل مسلس التلاتة بعملهم شكل واحد أو اعتبروا مستطيل من إحدى الناحياتين مسلس ومن إحدى الناحية ومن ناحية تانية دائري بعد كده الجلبة بتاعتي الجزء المعدني اللي هو النحاسي اللي بيسبت السلاح مع اليد وأخيرا اليد الخشبية بتاعتي يبقى ده شكل سكين البلتة أو ده شكل من أشكال سكين البلتة سكينة الرخامة أخدناها برضو واخدنا عنها نبزة في الفصل الدراسي الأول فاكرين إحنا كنا بنعمل إيه؟ قلنا إن الرخامة حوالي تلت مساحة التسجل قلنا وظيفة الرخامة إيه؟ بمزج عليها الألوان كنت بقول في الترم الأول إن أنا بمزج الألوان بإيه؟ بسكينة الرخامة وإحنا في الفصل الدراسي الأول كنا بنتكلم عن الرخامة نفسها فكنا بنجيب السكينة كإيه؟ في معرض الحديث كده إن السكينة هي اللي بتقوم بمزج الألوان النهاردة إحنا هنتكلم عن السكينة اللي كنا بنستخدمها في مسج الألوان على الرخامة حد تاني يقول لي لا يا ميس أنت كمان قلنا إنها بتستخدم فيه برافو عليكم تنظيف الرخامة بعد الانتهاء من الاستخدام يبقى سكينة الرخامة ليها وظيفتين وظيفة الأولى إنها بتقوم بصحق أو عجن أو تسوية الألوان على سطح الرخامة اللي لازم يكون مستوي السكينة كمان لازم يكون مستوية وسليمة عشان تديني طحن وقوام جيد للألوان اللي بخلطها على الرخامة والحاجة التانية إن بعد الانتهاء من الاستخدام أنا بقوم بتنظيف السطح بوسطة سكينة الرخامة بنظف الرخامة تماماً بعد كده بمسحها من شارة خشب أو بقطعة قماش مبللة بنوع المزيب المناسب لنوع الدهان ودي نقطة احنا اتكلمنا فيها في الفصل الدراسي الأول وبنأكد عليها في الفصل الدراسي التاني إن أنا لما بقوم بعملية تنظيف أي سطح بنظف بنوع المزيب المناسب لنوع الدهان يعني إذا أنا استعملت دهان زيتي مش هنظف بقطعة قماش أو سطبة مبللة بالماء مش هتنظف لي السطح إذا استخدمت دهان مائي أنظف بالماء إذا استخدمت دهان زيتي أنظف بالنفط أو بالكيروسين إذا استخدمت دهان سليلوزي زي دهان الدوكو مثلاً يبقى بنظف بالتنر أو بالأسيتون ودي كده اسمها نوع المزيب المناسب إذا راتنجة أو حاجة زي الجملكة بنظف بالكحول يبقى أنا بستخدم نوع المزيب المناسب أو المنظف المناسب حسب نوع الدهان اللي كنت بستخدمه نرجع بقى لسكينة الرخامة وقلنا سكين الرخامة بتستخدم فيه مسج الألوان على الرخامة تتركب من ايه؟ هنلاقي نفس التركيب بالزبط تتركب من نصل طويل من الصلب المرن ونصاب من الخشب وجلبة من النحاس يعني ياميس ده نفس التركيب اللي احنا الاستقيلين وبالزبط هو نفس التركيب ولكن الشكل مختلف بشكل بسيط وكمان الاستقدام مختلف تستخدم في ايه؟ في مسج الملونات على الرخامة وكمان في تنظيف الرخامة هي شبه جدا او فيها شبه كبير من سكينة البلتة لكنها اكبر شوية زي ما احنا شايفين كده انا بستخدمها او برسمها زي ما رسمت سكينة البلتة هتلاقيها مشابه ليها تماما سكين الازالة دي بتستخدم في ايه؟ من اسمها كده سكينة الازالة بتستخدم في ازالة الدهنات طيب قبل ما نتكلم على سكينة الإزالة خلينا نفتكر مع بعض احنا خدنا ايه من معدات الإزالة في الفصل الدراسي الأول عبرافو عليكم خدنا أجهزة الإزالة بالرمل وخدنا الرشمة هنا سكينة الإزالة ما بتفرقش كتير عن الرشمة هي سكينة برضو لها نصاب أو سلاح في أشكال مختلفة ولها جلبة ولها يد طيب ايه سكينة الإزالة ايه وظفتها أنا النهاردة لما فيجي أزيل الدهنات عندي طريقتين لإزالة الدهنات الطريقة الأولى أن أنا بقوم بإزابة الدهان بحط له مزيب قوي يلينه بعد عملية الإزابة أو التالين أبتدي أشيله بالسكينة وبعدين أنظف السطح بنوع المزيب أو المنظف المناسب طيب ايه الطريقة الثانية أن أنا بقوم بحرق سطح الدهان بعد عملية الحرق بقوم بعملية قشط الدهان بيبقى قبل للتقشر وبيبقى خلاص أنا شققته تماما وشكلته بشكل نهائي خالص سهل إزالته ببتدي بعد كده أشيله بسكينة الإزالة يبقى سكاكين الإزالة بتستخدم في إزالة الدهانات بعد تالينه أو بعد حرقه يأما تالينه بالمزيبات يأما حرقه ببوري الحرق عشان يبتدي يتقشر وتشقق ويبقى إزالته من على السطح سهلة وبعد كده بقوم بتنظيف السطح وطبعا السكاكين حسب نوع السطح اللي هستخدم عليه في سكاكين حدة بتعمل شكل من أشكال الخربشة أو بتبقى حدة شوية دي بتستخدم في تنظيف الأسطح المعدنية في سكاكين ما بتجرحش السطح ممكن استخدمها في تنظيف الأخشاب أو الجدران يبقى سكاكين الإزالة هنبص كده لتركبة هنلاقيها بتتركب من نصل من الصلب القوي أو الحد يد من الخشب تسبت ببرشام اللي هي الوسيط اللي بيلزق بين الجزئين الجلبة ولكن متبرشمة زي ما احنا قولنا يعني غير قابلة للفك في السلاح يبقى نصل من الصلب القوي يد من الخشب تسبت ببرشام اللي هي بديل الجلبة في السلاح يبقى نفس التركين يد من الخشب ونصل أو نصل أو سلاح من الصلب القوي وجلبة من المعدن أشكالها متعددة وتتناسب مع جميع الأسطح يعني أقدر أستخدمها حسب السطح يعني الحاجة اللي هنضف بها المواسير المدورة مزي الحاجة اللي هنضف بها مثلا سطح مستوي زي البوتجاز مثلا تستخدم في إزالة الدهنات القديمة بعد تالينها يا إما بالحريق يا إما بالمزيبات الكيميائية زي ما قلنا بص كده إيه اللي يخلي عندي أشكال مختلفة؟ إن أنا عندي أسطح زي طبيعة مختلفة في حاجات أو سككين مناسبة للأسطح اللي الديقة الصغيرة المواسير مثلا الأبواب المعمولة في الفرجيل اللي هي فيها تفاصيل دقيقة قوي دي محتاجة سكينة مخصوص يبقى سكينة الإزالة بتختلف حسب شكل السطح رسم سككين الإزالة هاختار أسهل شكل الشكل الأسهل اللي يشبه سكينة المعجون شبه منحرف بعد كده قطعة مستطيلة اللي هي بقية السلاح أو بقية الجسم بعد كده اليد من الخشب ده شكل من أشكال سككين الإزالة تاني أنا بقول لما باجي أرسم أنا مش مضطر أن أنا أحفظ يعني أنا خدت الشكل الأول اللي فوق لأنه أبسطهم طب أنا مضطر أن أنا أرسم الصعب أنا ممكن أتدرب على كل الرسومات ولكن أنا باختار الأسهل لأن اللي أقدر أرسمها بشكل جيد وبإتقان في الامتحان يعني أنا عايزة في الامتحان أرسم أكون رسمة متمكن منها وأقدر أرسمها بشكل سليم هنتنقل بقى لأساس دراستنا وموضوعنا الأهم والحاجة الأساسية اللي أنت هتفضل تستخدمها طول ما أنت في المجال إن شاء الله في السنوات الثلاث سنوات اللي أنت فيهم في التعليم الصناعي وبعد كده إن شاء الله أربع سنوات في التعليم العالي هيبقى الفرش جزء لا يتجزأ من حياتك سكاكين المعجون إنت وارد تستخدمها إذا عبدت تطبق الدهنات ولكن إذا درست في أي مجال من الدراسات الفنية هتحتاج الفرش بشكل أساسي وهتكون رفيقة ليك طول رحلتك في الدراسات الفرشة هي زي ما بيقولوا كده رفيق الطالب الزخرفة وأقرب المعدات إلى قلبه لأن طبعا هي اللي بتنقل تعبيره وبتنقل إحساسه وبتنقل شطرته في مادة الرسم الفني وفي المواد المختلفة اللي إحنا بنستخدم فيها الفرشة طبعا الرسم جزء زي ما قلنا إنت ممكن تستخدمه في المعدات هتستخدمه في السنوات القادمة في مادة تاريخ الفنون في الصف الثاني والثالث لكن إحنا عندنا السنة دي مادة الرسم الفني اللي أنا بجد إن مادة الرسم الفني من أمتع وأجمل المواد اللي إحنا بنقوم بدراستها في قسم الزخرفة الفرش زي ما السكاكين كان لها تركيب عام الفرش برضو لها تركيب عام الفرشة طبعا كل أنواع الفرش مهما اختلفت لازم يكون لها أشعار الشعر بتاع الفرشة ده جزء أساسي يبقى إذن النهضة أنا ليه بقول المكونات الأساسية ده يسهل عليك أثناء إجابتك في الامتحان يعني أنا لما جي أجاوب في الامتحان يطلب مني سكينة مهما كانت نوع السكينة اللي هيطلبها مني في الامتحان أنا فاكر أن تكوينها الأساسي كان فيها سلاح كان فيها يد كان فيها جلبة اللي بتجمع اليد مع السلاح يبقى لو قلت التلات مكونات دول في أي سكينة هبقى أنا كده أجابت صحيحة وهاخد عليها درجة طيب هل في مكونات أساسية للفرش؟ طبعا في مكونات أساسية مشتركة في جميع أنواع الفرش هل ممكن يكون فيها اختلاف بسيط زي ما شفنا في السكاكين؟ وارد يكون في اختلاف بسيط لكن التكوين الأساسي واحد لا يتغير إيه هو التكوين الأساسي للفرش؟ المكونات الأساسية للفرشة الأشعار بأنواعها المختلفة هنتكلم عنها الجلبة اللي بتجمع الأشعار مع اليد اليد اللي بمسك منها الفرشة اللي غالبا بتصنع من الخشب والجلبة غالبا بتصنع من المعدن يبقى ده ياميس ده زي تكوين السكينة آه بس بدل السلاح بقى في عندي إيه؟ شعر أشعار الفرشة طب وإيه اللي مختلف بقى؟ اللي مختلف عندي أن فيه مادة ربعة فيه مكون رابع مكون غير ظاهر اللي هو المادة اللاصقة اللي بتقوم بجمع الأشعار داخل الجلبة يعني أنا قبل ما بحط الجلبة بحط مادة لصقة ليه أنا بحط مادة لصقة؟ لأن أنا عندي الأشعار دول كل شعرة منهم مستقلة هم مش متمسكين مع بعض زي سلاح السكينة يعني سلاح السكينة هو جزء واحد فسهل جدا تثبيته لكن أنا هنا لازم أثبت الأشعار مع بعض الأول وبعد كده أثبتهم فيه اليد وبعد كده أخط حوالين منهم الجلبة يبقى أنا عندي مكونات الفرشاة كام أربعة إيه هما؟ اليد الخشبية الجلبة المعدنية اللي بتجمع اليد مع الأشعار الحاجة الأساسية جدا وهي الأشعار المادة اللاصقة اللي بيتم اللاصقة أو تثبيت الأشعار بيها قبل وضع الجلبة هنلاقي هو بيقدم لي الفرش بيقول لي فرش؟ أقلام؟ أمشاط؟ مضقات؟ طيب إيه الاختلافات في المسميات دي؟ طيب ما هم كلهم فرش آه كلهم في الآخر فرش ولكن بأشكال مختلفة باستخدامات مختلفة إيه الفرق بين الفرشة والمشت؟ الفرشة جلبتها دائرية بتبقى مدورة لما أجي أمسكها في إيدي الجلبة بتاعتها جلبة مدورة زي فرشتك اللي بتلون بيه جلبتها مدورة المشت الجلبة بتاعته مبططة لما تمسكه في إيدك تلاقيه مستطيل جلبة مبططة ده معنى كلمة مشت الأقلام بتبقى عبارة عن فرش زي فرشتك وانت أكيد شفتها عندك في مادة التدريبات العملية المواد العملية بتستخدم فيها الفرش وأقلام المستريك خاصة في الرسم على الجدران وطبعا هي مادة من أجمل وأمتع المواد بتاعتنا اللي احنا بنقوم فيها بتطبيق المادة الفنية بتاعتنا بشكل جميل انت النهاردة في مادة التدريبات العملية أخدت الأقلام بتاعتك اللي بتستخدمها على الجدران هتلاقي شكلها زي الفرشة بتاعتك ولكن حجمها أطول قد الفرشة مرتين أشعارها أطول جلبتها أطول اليد بتاعتها أطول وطبعا في منها أشكال مختلفة في منها جلبة مبططة بنسميها إلام المستريك مثلا وإلام الكتابة وفي منها برضو جلبة مدورة بس حجمها صغير يبقى مختلف عن الفرش إن حجمها صغير مختلفة عن فرشتي العادية أنها أطول وأشعارها أطول طب المدقات هي فرش برضو لها أشعار ولها جلبة ولها يد وكل حاجة لكن مختلفة إسمها كده مدق يبقى أنا بدل ما الفرشة بلون بها بطريقة التلوين العادية أنا بستخدمها بطريقة الدق زي إيه؟ زي تلوين الاستنبا أنت أحيانا بتلون الاستنبا بالإسفنج ولكن في مدق مخصوص للإستنبا بقوم بأن أنا بحط المدق على قطع الزجاجي وإزع اللون بعد كده بدق بيه داخل الفراغ بتاع الاستنبا عشان يديني شكل الاستنبا ليه الاستنبا ما بلونهاش عادي بالفرشة ليه بعملها عملية دق عشان اللون ما يتصربش خارج المساحة المفرغة اللي المفروض هي اللي أنا بدق فيها طب في عندي مدقات تانية غير مدق الاستنبا آه عندي حاجة اسمها مدقات المط الدهان المط والغير لامع بيبقى شكله محتاج يتحبب شوية أو يدي شكل زخروفي شوية ففي عندي مدقات مخصوصة فرش كبيرة بقوم بعملية الترق على السطح كده بتدي شكل زخروفي طبعا قبل تمام جفاف الدهان يبقى ليه عندي فيه فرش فيه أقلام فيه أمشاط فيه مدقات لأن كل دي أشكال مختلفة من الفرش رغم الاتفاق أو الاشتراك في تكوينها الأساسي الأشعار الأساسي طبعا الأشعار الجلبة اللي بتجمع الأشعار مع اليد اليد الخشبية الغالب اللي بمسكها منها ممكن بلاستيك طبعا حديثا بتتعمل من البلاستيك وفيه طبعا المادة اللاسقة اللي بتجمع الأشعار حوالين اليد قبل ما حط عليها الجلبة يبقى نبتدي نتكلم عن المراقيش الفرش طبعا رفيقة رحلتنا في الزخرفة ومن أحب وأهم الأدوات المستخدمة في قسم الزخرفة طبعا قلنا فيه فرش فيه أمشاط فيه أقلام فيه مضاقات زي ما احنا شايفين دي أشكال مختلفة من الفرش دي كمان أشكال مختلفة من الفرش والأقلام والسماعية كده هتلاقي فيه عريض فيه مبطط فيه مدور فيه أشعار قصيرة فيه أشعار طويلة فيه أشعار بيضاء صفراء بنية سوداء لأن طبعا مصادر الأشعار مختلفة أشكال الفرش وأحجامها مختلفة حسب أنا هستخدمها في إيه المراقيش أو الفرش كلمة مراقيش هي الفرش أو المستخدمة فيه الزخرفة المراقيش من أهم الأدوات المستخدمة في الدهنات جودة المراقيش بتؤثر على جودة الدهان طبعا جرب أنت كده الفرش بتاعتك نوعها سيء هتلاقي اللون بيتساقط منها هتلاقي نفسك مش عارف تحدد بها كويس مش هتديك نتيجة في الرسم بتاعك نفس الحكاية في دهان الأسطح إذا كانت الفرشاة غير جيدة هتديني دهان غير جيد أشعارها هتقع مني أثناء الاستخدام هتبوز لشكل السطح بتاعي قيمة الفرشاة بتتوقف على قيمة الأشعار أغلى حاجة في الفرشاة وبتدي قيمة الأكبر هي الأشعار ونوع اليد طبعا لأنها إذا كانت من خشب من نوع غالي بيبقى أسعارها أغلى دي أشكال من أقلام المستريك اللي احنا نتكلم عنها بعد كده بالتفصيل المكونات الأساسية للمراقيش أو الفرش كلمة أساسية ده معناها إنها مشتركة في جميع أنواع المراقيش والفرش دي معنى كلمة أساسية بص كده معي ده شكل من الفرش قدامك الفرش والأقلام هتلاقي عندي الأشعار هتلاقي عندي الجلبة هتلاقي عندي اليد والمكون الرابع اللي احنا مش شايفينه اللي هو إيه المادة اللاصقة يبقى أول حاجة في مكونات الفرشاء الأشعار الأشعار يا إما أشعار طبيعية أو أشعار مخلقة وهنتكلم بالتفصيل عن مصادر الأشعار فيما بعد خلينا دلوقتي نتكلم عن التكوين الأساسي للفرشاء الأول حاجة الأشعار إما أشعار طبيعية أو مخلقة طبيعية يعني جاية من الطبيعة نباتية أو حيوانية مخلقة يعني مصنعة من اللدائن البلاستيكية مواد صناعية المواد دي بقوم بتحولها إلى أشعار أو لدائن وده هتاخده بالتفصيل في الصف الثالث إن شاء الله الجلبة هي الجزء المعدني اللي بيضم الأشعار ويجمعها بداخلها وبتكون غالبا من المعدن المادة اللاصقة لتثبيت الأشعار مع بعضها ويجب أن تكون قوية ولا تتأثر بالمذيبات الفرشة دي هتتحط جوه الدهان الدهان ده فيه مذيب تنر أسيتون نفض أي أن كان نوع المذيب لازم المادة اللاصقة ما تكونش بتتأثر بالمذيب وإلا هلاقي نفسي وأنا بلون المذيب يدوي بالمادة اللاصقة ولاقي الأشعار بتاعتي بدأت تتساقط النصاب أو اليد التي بيمسك منها الفرش طبعا بمسك الفرشة من اليد وتكون غالبا من الخشب أو من البلاستيك أو من اللدائن القوية اللي هي زي الفايبر دلوقتي وده مواد قوية بتساوي الخشب في الجمال وفي المتانة وده بيصنع منها حديثا أنواع الفرش قبل ما ننتنقل لحاجة تانية عايزة راجع تاني مكونات الأساسية للفرشة لأنها مهمة جدا بالنسبة لي نقول تاني مع بعض الأشعار يا إما أشعار طبيعية أو أشعار مخلقة الجلبة ودي بتكون من المعدن لضم الأشعار وجمعها مع اليد المادة اللاصقة ولازم يشترط فيها أنها تكون بتقاوم المذيبات النصاب أو اليد اللي بيمسك منها الفرشة بين الخشب أو البلاستيك أو اللدائن القوية زي ما احنا شايفين ده شكل فرشة قدامنا أدي الجلبة أدي الأشعار أدي اليد وطبعا الجزء الغير مرئي هو المادة اللاصقة ده شكل تاني للفرشة عشان نعرف إزاي نرسمها بسيط خالص ورسمتها سهلة مستطيل مستطيل بعد كده برسم اليد على شكل قطرة الماء زي ما قولنا وده بيديني الشكل بتاع الفرشة ده بيشرح للتكوين العام للفرشة أدي الأشعار أدي الجلبة أدي اليد وطبعا المادة اللاصقة إزاي أرسم الفرشة ومنتهى البساطة أنا اخترت رسمة الفرشة بتاعتنا اللي احنا بنرسم بيها طبعا اعتبر الفرشة قدامك ورسمها هيبقى الموضوع سهل قوي برسم اليد الخشبية طويلة ورفيعة زي ما انتوا شايفين كده ومنتهى بطرف مدبب دائري بعد كده بعمل الجلبة عبارة عن شبه منحرف طويل شوية بعد كده الأشعار بتشبه قطرة الماء أو الشعلة بتاعت الشمعة كده زي هي بتشبه قطرة الماء لأنها بتنتهي بطرف مدبب وده طبعا مهم جدا فيه بس ملحوظة هنا مهم عايزة أقولها لأبناء الطلاب اختيار فرشتك انت اللي انت بتستخدمها في الرسم الفني طبعا المفروض خليكوا فاكرين احنا دايما قلنا ان انا المواد بتاعتي كلها مرتبطة ببعض انا عايزة استفيد من دراستي في مادة المعدات خليها حاجة تفيدني في مادة الرسم الفني اولا انت لما تيجي تروح تشتري الفرشة بتاعتك ما تشتريش فرشة اشعرها من البلاستيك او من اللدائن المصنعة تستخدمها في مادة الرسم الفني ينفع استخدم فرشة شعرها من اللدائن في التدريبات العملية لما كون بشتغل بألوان زيت او ألوان لكيه لان الألوان دي بطبيعتها بيبقى فيها مواد المواد دي بتمسك في الأشعار المخلقة لكن الميا بطبيعتها بتنزلق من على الأشعار المخلقة فلما تروح تشتري فرشة لمادة الرسم الفني ما تشتريش فرشة شعرها بلاستيك اشتري فرشة يكون شعرها من الأشعار الحيوانية طبعا أغلى أنواع الأشعار الأشعار الخنزير وده الغالب اللي هي الفرش الفرنساوي مش هنقول طبعا نوعها ايه ولكن الفرش اللي هي صناعة فرنسية أو صناعة ألمانية هي أجود أنواع الفرش فيه طبعا فرش مصرية ممتئزة لكن يشترط أن أنا أشتري النوع اللي تكون الأشعار بتاعته أشعار طبيعية وليست أشعار مخلقة طيب وأنا بشتري الفرشة أشتري أني حجم من الفرش اشتري أكتر من حجم ما تعودش نفسك أنك تشتغل دايما بفرشة صغيرة أوي لأن ده يعودك أنك معتمد على الفرشة في التحديد لا أنا عايزك تعتمد على نفسك يعني باستخدم فرشة متوسطة باستخدم فرشة رفاية لما كون بعمل تحديدات صغيرة أو فلتات صغيرة جدا باستخدم فرشة كبيرة لما كون بعمل أرضيات وأنا أفضل أن أنت دايما تعمل درجات صغيرة عود نفسك أن الدرجة بتاعتك لا تزيد عن نص سنتي تلاتة ملي اتعود على الصعب عشان تبقى متفوت ما تشتغلش على أنك تروح مدي الأرضية كلها لون واحد تريح نفسك أنت مش بتوفر لنفسك بالعكس أنت كده مش بتستفيد حاجة المفروض أن أنا أبزل أقصى جهدي عشان أعمل درجات متعددة من الألوان أحدد بشكل كويس طب أنا عشان أطلع نتيجة كويسة محتاج فرشة كويسة الفرشة بتاعتي أخطرها إزاي؟ لما تيجي تشتري الفرشة تأكد أن أشعارها مدببة يعني الفرشة لما تيجي تمسكها بإيدك كده تلاقيها الأشعار بتاعتها بتتلم وبتديني سن مدبب في الآخر إذا لقيت الفرشة مش رشرة والأشعار بتاعتها مش متساوية يبقى دي لها تصلح مش هتديني تحديد جيد إذا لقيت الشعر بتاعها منكوش ومش ملموم ومتفرع ده أخد بلك صعب أنه يتعدل أنت كمان لما تيجي تخلص استخدام الفرشة بتاعتك وده مهم جدا وقلنا قبل كده وبنأكد عليه تاني لما تيجي تستخدم الفرشة بتاعتك الفرشة اللي بتستخدمها في التقليب أفضل أن انت في تقليب ومسج الألوان تستخدم فرشة رخيصة فرشة من الفرش اللي زي ما بنقول من اللدائن أو الفرشة اللي بتبقى سعرها لا يتعدى 5 جنيه الفرشة دي أنت هتجيبها تقلب بيها ليه؟ لأن أنا هنا بقلب بفضل أحتك سطح الفرشة يبتدي الشعر يتقلب ويتبتدي الفرشة تحتك بالبلتة فده بيخلي الأشعار معرضة أنها تسقط هتبتدي تلاقي الفرشة دي مع مرور الوقت شعرها وقع لو أنت عملت ده بفرشتك العادية بمرور الوقت هتلاقي الفرشة غير صالحة للاستخدام يبقى أنا بخلي الفرشة اللي بقلب بيها غير الفرشة اللي بلون بيها الحاجة التانية عشان أحافظ على فرشتي وتفضل دايما مدببة ويفضل حرفها موجود لازم بعد ما خلص استخدامها أخسلها كويس جدا ليه؟ وجود شوائب من اللون في قلب الأشعار هيخلي الفرشة تبقى منفوشة زيادة وده مش هديني التحديد الكويس اللي أنا عايزه وممرور الوقت مهما حاولت نظافها مش هترجع لدرجة النظافة الأصلية أفضل حاجة هو غسل الفرشة وهي لينة مباشرة بعد الاستخدام بخسلها كويس جدا بفرق الأشعار بتاعتها بأصابعي تحت الوية عشان أنزل أي بقاية موجودة للون بعد كده بجففها وبشيلها جفة لو هحتفظ بيها لفترة طويلة بجمع أشعارها بالفزلين وبحطها بين صفحتين كتاب عشان تفضل دايما مفرودة وشعرها كويس أو لو لها غطى بغطيها بالغطى بتاعي يبقى باختار الفرشة اللي شعرها ناعم اللي شعرها متساوي اللي مدببة اللي مش مقصوصة فيه فرش بتلاقيها الفرشة مقصوصة شعرها متساوي الشعر الطبيعي الفرشة السليم ما بيكونش مقصوص بيكون شعر يعني متاخد من المنبت محتفظ بالزعان في النهائية اللي فيه ودي حاجة بوجودة في الأشعار الطبيعية إن أنا الفرشة اللي مقصوصة يبقى دي فرشة ممكن تستخدم في أي حاجة غير التلوين بتاعنا في السكتش أتمنى كده نكون إيه أخدنا بعض المعلومات اللي تفيدنا في اختيار فرشتنا في مادة الرسم الفني طبعا ده شكل الفرشة بتاعتنا الفرشة اللي احنا بنشتغل بها طبعا رسمها سهل وهيبقى سهل عليك مصادر الأشعار قلنا في عندي أشعار طبيعية نباتية زي ما احنا شايفين الشعر اللي احنا شايفينه قدامنا في الصورة ده في الطبيعة بيجي من النخيل شايف الأشعار دي من النخيل طبعا دي للفرش الرخيصة أشعار النخيل دي النخيل والكتان دي ما فيهاش مرونة بتتلف بسرعة لكن هي بتستخدم في الفرش اللي أنا هستهلكها بسهولة أو مش محتاجة تكون غالية زي فرش الجير لأن الجير احنا عارفينه مادة قوية جدا وبتتلف الفرش وزي فرش النظافة أو التنظيف لأنها برضو بتتلف بسرعة فأنا عايز أعملها من مادة رخيصة فبعملها من الألياف النباتية زي ما احنا شايفين كده دي فرش من الألياف النباتية في عندي النوع التاني من الأشعار الأشعار الطبيعية برضو لكن حيوانية زي ايه بقى طبعا أهم حاجة وأغلى حاجة عندي شعر الخنزير وده أجود أنواع الأشعار من شعر الخنزير الصيني بتنتهي زي ما قلنا بزعانف عشان كده بركبها من منبتها بنزعها من منبتها وبركبها مش بقصها لأنها لو تقصت هتفقد قدرتها على الاحتفاظ باللون وطبعا دي مرنة وجيدة وفي منها طبعا أشعار الخنزير الأسود وفيه أشعار الخنزير الأبيض والبني فيه طبعا من شعر الخنزير الروسي وده أطول شوية وأكثر صلابة طبعا في منها الصلب وفي منها المرن وفيه شعر الخنزير الصيني ده مرن بيستخدم في صناعة مراقشة دهنات المائية ألوان شعر الخنزير كتير منها الأسود والأبيض والرمادي والأصفر وكل لون من الأشعار دي بيبقى ليه درجة نعومة ودرجة مرونة وزي ما احنا شايفين وطبعا درجات بتاعة أشعار الخنزير كلها ممتازة وأجود وأغلى أنواع الفرش عندي هو أشعار الخنزير عندي الأشعار الطبيعية من شعر المهر طبعا ده فرش نعمة شديدة النعومة رخيصة السمن ولكن مش رخيصة قوي زي الفرش النباتية وطبعا آخر حاجة عندي الأشعار المخلقة ودي مصنوعة من اللداء البلاستيكية والنيلون ودي فرش رخيصة وبتبقى قليلة التكلفة آخر حاجة في الدرسة عندي إزاي بنسق أشعار الفرشاء طبعا زي ما قلنا بخدها من منبتها بنسقها بأطوال متساوية عشان تديني شكل الفرشاء اللي احنا شايفينه المتساوي المدب بكده احنا خلصنا درسنا النهاردة عرفنا الفرش ومصادرها عرفنا السكاكين وأنواعها المختلفة ان شاء الله هنستكمل أنواع الفرش المختلفة في الحلقات القادمة أتمنى نتدرب على كل الرسومات اللي احنا خدناها النهاردة هل يكونوا فاكرين أن لكل مجتهد النصيب وإن اجتهدنا وطموحنا هو سر نجاحنا دمتم متفوقين أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة